اهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة من برنامج بكرة احلى النهاردة حلقتنا حلقة خاصة جدا انجاز تاريخي بيده للفرح والفخر والعزيمة والارادة وقدرة المصريين على الانجازات في مختلف المجالات مصر تسطر احرف من ذهب النهاردة هنتكلم عن ابطالنا المشاركين في اولمبيات توكيو للقاراتين ومشاركتهم المشرفة ومنافستهم الشريفة وحصلهم على المدليات ورفع اسم عالم مصر عاليا في المحافل الدولية النهاردة هنتكلم عن البطلة فريال اشرف عبد العزيز البطلة الزهبية اول امرأة مصرية تحصد على المادلية الزهبية في الكاراتين في اولمبيات مصر والوطن العربي وايضا جيانا فاروق البطلة العالمية بطرة مصر والنادي الاهلي وهي اول امرأة مصرية عربية افريقية تحصد على الميدالية البرونزية للكاراتين في اولمبيات توكيو ويحدثنا عنهم ضيوفي الدائمين لهم المستشار محمد البغدادي خبير اللوائح الرياضية والمستشار كابتن خالد حامد المولع المستشار الفني للاتحاد المصري للكاراتين اهلا بيك كابتن خالد شرفتني ونورتني اهلا بيك سياتم الشرار اهلا بيك اهلا بحضرتك يا فالد نبدأ مع بعض كابتن خالد بداية كده كلمنا عن الانجاز التاريخي لأفطلنا المشاركين في اولمبيات توكيو 20-21 اه انا بس برضو عايز اقول نقدم الحتة دي نقدر اه لان اللي حصل برضو فيه انجاز بالنسبة لنا كل من يشارك في الضربة الولمبية فهو انجاز اكيد طبعا لان احنا عندنا فريال وجيانا ومعهم هم كانوا 12 لعب مروا في حوالي 12 مروا بحوالي 16 16 محطر 17 يعني لفوا دول عشان يلعبوا حاجة اسمها الدور العالمي جيانا كانت مصنفها الاول عالميا والتاني اولمبيا وفريال مصنفها برضو عالميا ومصنفها اولمبيا اللي دخلوا عندنا ست مسابقات تلاتة البنين وتلاتة الولاد البنات ست مسابقات دول تلاتة اوزان وتلات اوزان وفيه كاتة ما مفخناش فيها صارع عاصم وإحمد أشرف كانوا قربوا لكن ما دخلوش في المستوى الرنك اللي هو ممكن يهلهم لكن وصلت جيانا اول واحدة وصلت جيانا بالدرجات بتاعتها وبعدين فريال دخلت في الدورة العالمية المؤهلة خد التالي فدخلت عندنا علي الصاوي علي الصاوي ده كان في وزنه مؤهل يعني الاول عالميا لكن هو الحظ مساعدوش هو ده من اللعبة كويسين قوي ومعه مامدوح عبدالله ده من اللعبة الطلعين اللي يبقوا حاجة لمصر كبيرة وردوة كانت موجودة معهم ردوة السيد فهم دول الخمسة اللي أهلوا علي الصاوي أخذ الخمس مروا بالمحطات دي دخلوا كان عندهم عدد مباريات مستهلة جيانا برضو وصلت لمرحلة كويسة قوي لكن مش عايزين نقول يعني هو بعض توفيق منها أو الحكام أو الحكم يعني الحاجات دي نتكلم فيها بعد في ريال النفس بسلوك كانت عندها سبات كويس وكانت حد مواصلت على الدهب كيفية استعداد والتأهيل في ريال للبطولة هو الاستعداد والتأهيل الاتحاد هنا له دهر حقيقة لأن لما بيسافروا البطولات دي بياخدوا بياخدوا درجات الدرجات دي بتبقى عامل مساعد مع المراكز اللي هم ياخدوها يعني ممكن جيانا خدت مرتين تلاتة في الدور العالمي أول خدت مثلا خمس مرات تاني خدت تلات أربع مرات تالت ربنا ما وفهاش مرة فالخروج بقى من مصر للوصول انه نلعب بمرليك اللي هو الدور العالمي ده هو ده اللي بيدي يعني نتيجة في الآخر موهلة ان الرنك يطلع فيه اللاعبة بالدرجات مع سفرياتها معنا الاعداد بقى ده بيبقى موجود في الاتحاد قبلها فترة وبيمر بتصفيات عديدة وبيمر بحيات كتيرة وهم معهم اتحاد موفر لهم فرق داعمة يعني كان الكابتن عبد الرجال مع هو والكابتن عمري سعد بتاع البدني والكاراتي كان الكابتن عبد الرجال دول اللي كانوا مسكين جيانا بيدعموها اه فيه كابتن هاني اشتا برضو كابتن عبر حمان تاتو ده برضو كانوا موجودين مع الولاد دول ابطال حقيقين اه وانا في ريال معايا وهي عند جيانا كانت لعب معايا وهي عند 14 سنة كنا بنعدهمها سامة 2008 حد 2012 وده جيل كبير فيه ياسمين حمدي بطلة عالم وفيه اه برضو علي الصاوي مجموعة كبيرة من اللي طلع دول وهم كانوا فترة طويلة خدوها في الاعداد يعني كانوا موفر لهم دكات النفسيين معهم بطلق أصابات الملاعب معهم ندارين بتوعهم يعني وفروا كل الأجواء الجيدة اللي هم ممكن يعملون بتبقى على البطل اه بتبقى فيه منوشات بتبقى فيه حاجات لكن كله مع التدريب وكله مع الاعداد المحطات الموجودة كلها بيبقى عامل مساعد فنقولي حكي على الخمسة ليه لان ده شرف ان اي لاعب بيبقى من كده من افضل عشرة في العالم اكيد لعشان احنا خدنا فترة هم هناك لما البعثة كذا وده انطقت لا 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 اللعيب اللي يطلع أولمبيات ده ده بطل حقيقي في حد ذاته شيء مشرف وحنتكلم قدام عن مشايير القومية اللي كنا احنا عاملينها وصدق طيب حدرتك بس كده عشو الكاميرا مشاركة مصر في أولمبيات 2021 كم مرة شاركة الكاراتي المصر؟ كم مرة شارك الكاراتي المصر؟ دي اول مرة ان الكاراتي يدخل أولمبيات ودخل تجريبي عشان الدولة المصطدفة اليابان هي الدخلات الكاراتي لانها مدحقة لانها الدخل تقترح التدخيل ليكون في دولة تدخل الكاراتي فكان شرف لمصر انها تكون مشاركة في الأولمبيات والحمد لله كانت التجربة الاولى تجربة نكحة وحصل زي ما قال دكتور خالد جاد المولى ده قيمة وقامة كبيرة جدا يعني انا لو طول ارقص على الهوى يعني وطبعا قص دي انا فعيد لو اكيد السادة مشاهدين كلهم ساعدين لان ده رعيلي الاول للقاراتي الدكتور خالد جاد المولى ده قيمة وقامة كبيرة عربيني باري في حياتي ومجموعة كبيرة من فعايز اقول لحضرتك ان زي ما قال كل اللعيبة دول يستحقوا كل واحد فيهم التكريم وطبعا فخامة الرئيس انه يعمل مدخلة مع يعني فريال عبدالعزيز ده شيء يعني مشرف وده هو ده للشباب رفعت راسنا واهلت رأي حضرتك في المدينة الزهبية بقى لحققتها البطرة فريال يعني شيء مستحق زي ما قال الدكتور خالد برضو في كل اللعيبة دول والتأهيل اللي هم مروا به والسنين ده مجهود سنين مش مجهود سنة ولا ولا تنين لا ده من ده مجهود الاتحاد هو اتحاد الكاراتي دائما كل القوامات اللي فيه بتبقى يعني مشرفة سواء كابتن ظهراوي الرئيس الحالي وكابتن حسن عجور وسواء الدكتور عيما ناحب حميد سواء المستشارة زكريا عبدالعزيز عصم زكريا عبدالعزيز كان من احد اهم شخصات القاراتي سواء كابتن حسن جاد سواء كتير يعني القاراتي ما اعمل افراز للكثير من الشخصيات العامة في كل المجالات كابتن خالد كنت متواضع فوز سريال في المداجة شو بقول لي حيك حاجة يمكن هي لو هي هتتابع سامع الكلام ده انا كنت بقولها انتي امل كويس لكن انا كنت برضو لان هي عندها ثبات انفعالي احنا القاراتي عندنا اولا هي عندها ثبات انفعالي وعارفة امتى تتحرك وامتى تقدر تسيطر على الملعب فيه تدريب ليهم طبيعي طبعا طبعا احنا عندنا حاجة احنا عندنا الدكتور النفسي بيبقى بتاع المنتل ده اللي هو الاعداد اللاعب لكيفية الدخول في المباريات لان احنا عندنا في الرياضة عموما في حاجة اسمها حم البداية اثناء المباريات ما بعد ممكن لعبي اما تتنرف ممكن لعبي بقى عليه استريس جامد لا ده في الالعاب الفردية بالذات بيبقى عليها قدر كبير في السبات الانفعالي بيبقى اللاعب عارف هو داخل يعمل ايه وفي حاجة اسمها من درسالهم برد اسمها العصف الزهني يبقى عارف طريقه في الملعب هو حيشتغل ازاي في عندنا بنعمل قياسات ليهم حاجة اسمها الاتزان والأكشن سرعة الفعل ورد الفعل بيانترفوا بقى طبيعي طبيعي احنا بنتكلم على يعني مائدة مستديرة زي بيقولوا لكن اعداد البنات دول او اعداد الولاد الابطال بتوعنا دول بياخدوا سنوات واشهر وبعدين في الرياض بتلعب وهي عندها ست سنين وجيانا عندها خمس سنين شوف النهارده بقى لهم 22 سنة وجيانا بتلعب كراطين احنا والله بندعي كل اسرة اسرة مصرية اللي تحتضن اولادها وتحتم بيهم وتركز معهم في الرياضة من سن مبكر لكي يطلعوا اكثر وابطال لنا اكثر يعني شوفي حت يعني الاسرة ليها عامل أسيسي جدا مجرور مهم جدا الجندي المبهول الاول فدي حقيقة والاخير في هذه المدليات هم الامهات يعني الوالد والوالد يعني الاسرة دي مجتمع مع بعض بتخلق هذا الشيء لان مفيش حد يحب حد من اسرة غير يعني يا ابنه يا تلميزه لكن لمانا هم بيعدوا هذا الاعداد الجيد ونزله في اوقات كثيرة من التدريبات بتبقى حاجة يعني كويسة بالامانة فاحنا بنتمنى انك وعلى فكرة احنا الكراطي من اكبر قاعدة موجودة في مصر كلها احنا ادل يعني احنا ادل لعيبة او ادل الالعاب الاخرى مرتين لموجودة في مصر كلها الكراطي منتشر في كل ارجاء مصر فدي ممكن هو اللي بيطلع مقاعدة مشاركة كبيرة فدي كويس هل ممكن يكرر الالتحاد الكراطي باسم بطولة مثلا جيانا ويافريال ممكن لكن هو في الوقت الحالي احنا عندنا يوم تلاتة تسعة بطولة الدور العالمي هتقام في مصر هنا فدي بطولة تقيلة عشان بيعملهم منها الرنك برضو او الدرجات زي الاولمبيات اللي هيروحوا بها لطولة العالم بعد دبي يعني احنا عندنا كمفشل 11 بطولة العالم في دبي فممكن التكريم يبقى في صور كثيرة يعني بتكريمها زي ما فريال يتعمل لها وزي جيانا يتعمل لها ممكن يبقى فيه بطولة باسمها ويبقى فيه حاجة كده مكرمة يعني تبقى حاجة كويسة ليه هلأ في تكريم لفريال وزيانا اه طبعا لازم يبقى في تكريم بس الوقت مضغوط هم دلوقت راجعين من اليابان حكى عارفة فرق التوقيت وطبعا في فرحة بيستضافوا على شاشات كتيرة فرحوا المصريين كلهم اه وبعدين هم المصير كلهم تابعينه يعني سيد رئيس كان متابع اه في ريال وهي بتلب عده وممتابع جيانا وممتابع محمد الجي احمد الجندي بتاع الخماسي وممتابع هداء مالك ويعني كانوا متابعين كثير من اللاعبين لكن اللي انا تقولي عليه انا بتمنى شخصيا بقوله انا كنتم ديني التنفيذي لاعداد العبيب المنبيين في ظلط الرياضة هذا المشروع الغي ثم اتعمل مشروع تاني اسمه مشروع الصندوق الدعم الرياضة المصرية ايه برضو الغي فانا يعني من الحاجات اللي احزنتني شخصيا انا كنت موجود ماسك ده وكنت موجود في ده فانا بوجه سيادة الرئيس عمل حاجات كبيرة قومية للدولة واحنا شايفين الانجازات وشايفين اللي بمر بيه وشيء جميل ان احنا بنعيد هيكلة بنائية وصروة لا يتخيلها الناس ان دي صاروا عقارية او صاروا كبيرة فكرة ايه تفخر المصر هو صاحب نهضة مصر والجمهوري نتمنى مشروع قومي بقى للرياضة وده يعني الشباب اولا حياتك مفروض كل بطر رياضي وهذا لم يحدث ايه ان مفروض بيبقى حواليه تسع افراد مخطط احمال مدرب بتاعه بتاع اعداد بدني بتاع تغزية مستشاري بتاع المنشطات بتاع النفسي بتاع معد بدني بتاع منظومة منظومة كاملة نتمنى ان يكون مشروع مباشر مع اللاعب وليس مع الاتحادات نؤهل ولادنا اللي بيخرجوا انا رايح ده بطولة فرنسا اولمبياد فرنسا اولمبياد فريس هتبقى عشرين اربعة وعشرين يبقى انا النهاردة بعيد الولاد اللي طلعوا ونشوف الاعمار شكلها ايه ده اللي مفروض يبقى له مشروع قومي خاص هل حضرات يتعدوا لابطال جدد في احنا عندنا هوريدي بيش حاجة يسمى ابطال جدد احنا عندنا ابطال فرنسا عشرين اربعة وعشرين اه طبعا لازم لازم يبقى موجود فيه تحت ستاشر يعني من من ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تحت تمنتاشر يعني يبدأوا الدرجة الاولى لكن اللي انا بتمني لكل العاب هذا المشروع القومي اللي احنا كنا فيه وقلغي لان ده العلاقة المباشرة في الصرف في المباشر مع اللاعب ايه ما ديش التحديد للموظفين ما ديش التحديد يعمل انشطة تانية يعمل كذا لان تم الصرف والسيادة الرئيس بيبص على الجوانب دي يعني انت داخل لان فيه محافظة وفيه ان احنا نحافظ على الاولاد بالصرف عليه والحاجات دي كلها سيادة المشروع رأيك ايه بقى في المكالمة سيادة الرئيس لفريال وولدتها يعني اهلا دعم الشباب هو ده مش جديد ما فيش لأي شكر ما يديش لسيادة الرئيس ما قاله الدكتور خالب الصروة الصناعية والزراعية احنا تقريبا خلاص احنا داخلين على ان احنا نبقى زينا زي ما صف الدول المتقدمة بفضل وجود فخانة الرئيس عفتع السيسي والمكالمة لحد شباب عمل مجهود كلها تحديد هو سيادة الرئيس اطلق اشارة تكريم في ريال لما كرمها في المدخلة كان تكريم من رئيس وبعد كده تكريم الشعب استقبالها في المطارية كان استقبال بصراحة يعني مش جيدين عن الشعب المصري في لعبة فردية زي لعبة الكاراتيه كانت ممكن نقول كانت لا كان قبل قبل وود سيادة الرئيس والدكتور قشرة صبح والدكتور قشرة صبح على فكرة كاراتيه سيادة الوزير اصلا لعبة لعبة الكاراتيه وعشان كده هو كان بيكاتشن في توكيو ومش على فكرة وجودي مع الدكتور خالد ان انت اختيارك كان صعب قوي الدكتور خالد السقيمة كبيرة قوي في الاتحاد المصري الكاراتيه لانهي برئيس الاتحاد الكاراتيه ومن القوامات والجيل الاولاني الكاراتيه عايز الرئيس قال لك انا بعد ما في ريال ترجع احنا بطالب سيادة الرئيس ان يكون عندنا مركز اولمبي كامل لرياضة الكاراتيه الرياضة اللي جابت المدليات وربنا يوفقنا ان شاء الله ان يكون في موجود مركز وده من احلامي مرشح الاتحاد المصري الكاراتيه القادم انتخابات الاتحاد القادمة خلال شهر 11 خالسة ترشح مجلس الادارة الاتحاد المصري الكاراتيه واي منصب رئيس ام عدوية ترشح للرئاسة رئاسة الاتحاد لأ المرة دي لأ انا مش هترشح للرئاسة هترشح لوضوية مجلس الادارة لماذا لماذا يترشح المستشوار محمد البغدازي واي مقعد اذا سترشح المستشوار في اي من يتعمل من لماذا لم يترشح حضرك دي مش هتترشح مين اللي هتدعمك للرئاسة العدوية ان شاء الله يكون نانوال شرف الجامعية العمومية بين بانتخابي وهي الجامعية العمومية بين عدد الاصوات الحالي حتى لهذه اللحظة الاصوات نتمنى دعم الجامعية العمومية ونتمنى اكيد الناس هتختار يعني قير من يمثلهم يتمنى ان الواحد يبقى من ضمن مجلس الادارة ويكمل مسيرة اللي موجودين كويسين واللعجو كويسين القرطة دائما منتج ان شاء الله بتوفي جيانا فاروق ظلمت من الزلم التحكيمي لا اعايز اقول احكي حاجة هو جيانا فاروق انا 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 كلاعب سابق او يعني بتاع البساط في حاجتين الحاجة الاولية طبعا هي البطولة تقيلة واللعبين تقال واللعبة اللي كانت بتلعب معها دي اللعبة الصينية دي مصنفها الاولى على العالم مصنفها في الولمبيات الاولى على العالم ويجيانا يعني برضو هما جيم رايح جيم معهم هي تكسبها هي تكسبوك والحاكم الحاكم مغربي اه من زيتوني اه وكان موجود قاعد منصور سلطان من كويت يعني اتنين عرب يعني دو على الحاكم المغربي ده اللي كانوا موجودين ده لا فيش حاجة اسمها اعتراض يعني ما زلمت ولا لم تزلم ما عايزوا لحاكم ما نقول لحاكم عشان القانون ايه اه جيانا كتمشى كويس اوي وبعدين اه في حاجة عندنا اسمها سنشن يعني هي البنت التانية كسنشن يعني لها الاسبقية لو تعادلوا هي التانية تفوت لما جيانا تلعب ويشيلوا منها الاسبقية التانية دي شيلوا منها وجيانا يبقى عندها انظار واحد والتانية عندها تلات انظارات ايه وجيانا لعبت في الترجيح اكتر من مرة يبقى بالتالي هي لازم تاخد وعلى فكرة زيتوني خد انظار شفوي من الاتحاد دول من الاتحاد اسيوي على اساس ان هذه المباراة اه شيء من تتلعبت في الترجيح واللعبة التانية اخدت خمس انظارات اللعبة التانية اخدت تلاتة وجيانا أخذت وحدة لكن عدد مرات الدخول والهجوم بتاع جيانا يرجحها هو ده المفروض جيانا مفروض تنزل تلعب على دهب وفضة وده اللي احنا كنا منتظرينه لكن الساعات بتحصل حاجات دون الخوض لأن أنا مع الزيتوني بالذات ليا كانت حاجات كتير ويعلموا كافة العالم العربي والأفريق يعني دي معروفة لكن جيانا ظلمت أقمى طبعا ظلمة لكن برضو دايما أنا بقول لك ما تشتقل لي لأن أنا ما ديش فرصة لحكم أن هو يفكر يرجح فين أو يروح فين لكن أنت شايف ده بين وده بين وبالتالي كان يجب أن أنت أمو من هي ورد فخر مصر هي أول مرأة مصرية عربية أفريقية لا ده أخذ براحة في نقطة حياك في نقطة ناس كتير ما عرفواش في ريال وجيانا الاتنين دول في ريال أول وآخر واحدة في الكاراتيه لو الكاراتيه ما دخلش دي المرة واحد ولم يحدث في تاريخ الأولمبيات من 2018 إذا تاريخه أن جات سيدة مصرية خادت مديليا دهب يعني في العمر ده كله لا 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 للاسف فقرتنا خلصت كان نفسي تبقى عطول من كده شعلا وانا اتشرفت بحضرتك شكرا جزيلا كابتا خالد جاد المولى وشكرا جزيلا محمد البغضيدي المستشار الحبير اللوائح الرياضية شكرا لحضرتك وبكده تكون وسننا لنهاية فقرتنا انتظروني في حلقة جديدة من برنامج بكرة أحدى